استعداداته للقاء المنتخب الجزائري في أولى مباريات الفريقين ضمن المجموعة الرابعة بكأس الأمامة الأفريقية موفد الجزيرة الرياضية إلى جنوب أفريقيا نافع بن عشور وفنا بالتقرير التالي حول استعدادات نصور قرطاج بحسة أخيرة على الملعب الرئيسي أنهى المنتخب التونسي تحذيراته لأولى مبارياته ضد جاره الجزائري في قمة عربية بنكهة إفريقية أعادت للأذهن موقعة تونس والمغرب قبل عام في كان الجبا وغينيا الاستوائية والتي انتهت بفوز ثمين لنصور قرطاج فتح أبواب الدور الثاني في وجه سامي ترابلسي ولعبيه ممكن من سوء حظ المنتخبات شمال إفريقيا اللي كونها كل تظاهروا اللي نجيوا مع بعضنا بسأل الله المنتخب التونسي يكون موافق أكيد المقابلة مهمة مع تكتسي أهمية كبيرة لكن كما قلت دي ما هيش مصيرية مع تكتسي مقابلة تخلينا في الدورة مع تدخلوا ونكونوا معنوياتنا مرتفعة الميرانو الأخير كان شبيها بحسة خفيفة لاكتشاف أرضية الملعب من دون الخوض في المعطيات الفنية والتكتكية أعدم اتضحت ملامح التشكيلة الأساسية والتي رعى فيها الجهاز الفني القدرة التنافسية العالية لمنتخب الخضر بالتعويل على لاعب ارتكاز ثالث في وسط الميدان مقابل الاكتفاء بثلاثة لاعبين فقط من ذوي النزعة الهجومية هم يوسف لمساكني وعصام جمعة وصابر خليفة كنا تعبين في الأيام الفارط بما أنه معناه خدمنا برشة في التحذيرات كنا خدمنا برشة الليقة البدنية إذي خليت الأسبوع الفارط كنا تعبين كثير على المستوى البدني طور نحسه في رواحنا أحسن وإن شاء الله باش نكونوا حاضرين مئة بالمئة في مباراة الجزائر المنتخب التونسي ينهي وضع اللمسات الأخيرة قبل مواجهة جاره الجزائري في ديربي مغاربي بنكهة إفريقية في مستهل مباريات المنتخبين في هذه المجموعة الرابعة نفع بن عشور الجزيرة الرياضية من كأس أمم إفريقيا 2013 راستنبرغ